غارق حتى اذنيه في مستنقع الارهاب لكن الحوادث تجري عكس ما يريد وتكشف للناظر ما كان خفيا عليها شبهات ربطت سيدة انقرة بتنظيم داعش باتت اليوم اقرب الى الحقيقة بعد مقتل الخليفة المزعوم هل كانت تركيا تعلم اين يختبئ البغدادي؟ سؤال عن الماضي يحتاج اجابة للمستقبل علها تكون بين حطام ذلك المنزل الذي اوى اخطر ارهابي عاث ورجاله في المنطقة فسادة هكذا يفكر المحققون الامريكيون بعد ان قتل البغدادي في منطقة تحظى بحضور عسكري تركي ملموس مفارقة استدعت ارثى تركيا الكبير في دعم التنظيم الارهابي لتصنع جبلا من الشكوك بدأ اردوغان يتحسس رأسه ورح يتغزل في النصر الامريكي ليتحول البغدادي بعد يوم واحد من مقتاله الى عدو تركيا الاول وفجأة دب النشاط في السلطة التركية فاوقفت اثنين وثلاثين اجنبيا للاشتباه في صلتهم بداعش امور ليست بجديدة على حكومة زعمت مرارا ان داعش هدد بقتل اردوغان ودللت بفيديوهات قال محللون انها صنعت من المخابرات لابعاد الشبهات عن الرئيس المخابرات التركية هي نفسها ايضا التي اعلنت في مايو عام 2018 انها طلقت معلومات عن مخطط لاغتيال اردوغان خلال زيارته للبوسنة والهرسك مع تلميحات بان المخططين ينتمون لداعش هكذا يحاول اردوغان تنصى الحقائق وتمزيق ثوب الارهاب من على جسده لكن الحقائق لا تموت ولا توجد جريمة كاملة اشتركوا في القناة